كانت من القصص الحلوة اللي قاريتها لما كنت بكرة عن موضوع الانكفالات السحيامة لنيروميدسين كانت في قصة لدكتور سوري اسمه سؤهل نجار فنقسم لله العربة المفخامة كانت في موذيعة أمريكية فجأة صار عندها عراض نيرولوجيك المنفستيشن وشغلات زي هيك فالدكالتر كلهم اللي قادروا شخصوه يشوف ايش عنده في الاخير هتبروه ايش سايكياتريك لحديث موصل الخبر للدكتور هذا عمل شغلة بسيطة بس خلالها ترسم ساعة لما اجت رسمتها طبيعا انك بترسمها من واحد الاثناش هيك كلها من واحد الاثناش يا لما اجت رسمتها رسمت اول اثناشة من واحد الاثناش لهانا يعني هيك واحد اثنين ثلاثة كذا لحديث موصلت اثناش هنا نصف الثاني هذا اهمنته فاشخصوا انه في عندها مشكلة اوحد من الهيمسفيرا فالاخير طالت فاسكولايتس يعنى هيى بيش بشوز مش طال يتابعنا موضوع الانكفالايتس لكنها هي نفس الفكرة، يعنى كدفرانشال داياغنوسوس يعني تكون عندها فاسكولايتس عجيها معينة في البرين ولا انكفالايتس عجيها معينة في البرين ولا تجومة عجيها معينة في البرين الدكتور اسمه كانس و هي النتجار وأصلا فيه فيلم مختبس عن القصة تعيتهم اسمه Brain on Fire Brain on Fire وهذا هو الدكتور هذا مقطع من الفيلم فرطاحا في العمل انتبتها حالة غريبة من البقاء والضحك الاسديري فغادرت مكان عملها وهي في حالة ظهر شديد طبعا انت لما تكون في الشغل وتشوف واحد فجأة صار يضحك وليك لحالة حتقول هذا مو خلصها يعني هندو تغيرك دس أوردر عشان هيك دائما اي شغلة تنعكس على شخصية الشخص كأمراض كتصرفات دائما استثنى الورغانيك كوز ان يكون في وراها مرض او سبب عضوي باسكولايتس انكفالايتس ايتيومر شغلات زي هيك لانه انت ممكن تغير حياة المريض وممكن تدمر حياة المريض لو انك احملت هاي الشغلات بمجرد وصولها للمنزل زادت حالتها سوءا واخذت تضغط على اسنانها واخذت اسنانها حتى فرقة نوعية وفي صباح اليوم التالي ذهبت سوزانا مع والديها الى المجتشفى اضعت عرضها على طباء من كافة التخصصات واجراء جامع المحالي والاشعال تبين خلومها من اياتي او الهند ولكن برغم ذلك ازداد تصرفاتها غرابة وامتنعت عن الطعام والشراب كما انتبتها حالات غياج ممكن السيطرة عليها وبدأت ترى اشياء غير موجودة وتتفوه بكلمات غير مفهومة ومع تطور الامر اكتسبت حالة سوزان اهتماما طبيا غير عاديا اذ جاذبت عددا كبيرا من الطباء النفسيين والعصبين لفخصها مجددا وبعد ان فشلوا جميعا في تشخيص حالتها ووصف علاج نداديتها اجمعوا على انها اصيبت بالجنو والسرع ونصحوا اسرتها بايداعها في مصحة نفسية وعصبية حتى يحينوا اجلها بينما رفع الاطباء وايديهم عن حالة سوزانا يأسا من فهم مرضها اقترح شخص ما عرضها على طبيب العصاب السوري المقيم في نيويورك سوهيل النجاة الرأب وبالفعل استدعت العائلة الطبيبة السورية الى المصحة المحتجزة فيها ابنتهم وبمجرد ان اضطرع على التحليل والفحوصات طراب من سوزانا ان ترسم ساعة رسمت الشابة الساعة ولكنها وضعت اعدادها على الجهة اليمنى فقط فتبين للطبيب انها مصابة بالتهاب في الجزء الايمن من الدماغ نتيجة لهجوم جسيمات مضادة على نظام المناعة ابعد اغضاعها لفحوصات دقيقة يعني هذا انا حبيت الفيديو يكون مقدم عشان انه يلفتك لموضوع الانكفالايتس انه يجي بسمتوم للواهل الاولى ممكن تخترع بالك يعني انت بالعادة لما تقول لي واحد عنده صراع يعني انت المفروض انك بتعتبر هاي الشغلات هي اصلا امراض بحذ ذاتها لكن هي تعتبر عرض للانكفالايتس السيجر او الايبليبس هو مرض قائم بحذ ذاته لكنه ممكن يعتبر عرض لمشكلة معينة في البرين نفس الفكرة الشغلات اللي للواهل الاولى قد تبدو بسيكاتراك ديس اوردر هي ممكن تعكس انه في عندك اشي اورغانيك في البرين انكفالايتس تيومور آآ فاسكولايتس التعابة هاي زاي بحالة هاي عشان اك انه حبيت هذا يكون مقدمة للانكفالايتس وهس خلونا ندخل على المحاضرة ما رح هب يعطي كلها فيه دس المحاضر هاي هتحكي عن الانكفالايتس انا عند البرين بغطي مينجايتس لهم الثلاثة لهم العرق نوهيد والبيا والديورة لو الانفليميشن فيهم بسميها مينجايتس ولو الانفليميشن من البرين تشو نفسه اسميها انكيفالايتس طيب بس خلينا نحكي كم معلومة سريعة هيساعدونا انه ماذا لو انه كان عندي انفليميشن في البرين شو حيصير عندي هس البرين فيه سالكس في النص اسمه سينترال سالكس كل اللي وراء سينسوري وكل اللي قدامه موتور مادام كل اللي قدامه موتور بالتالي لو الانفليميشن في جزء الموتور هذا فالعراض حتكون شغلات موتور يعني الوتونوميك نيرف السيستم السوماتيك نيرف السيستم اللي هو المسؤول عن تحريك الاسكليت المصل هذا يعتبر موتور بالتالي اي ايريتيشن لهاي المنطقة او اي ليجين اي مشكلة في منطقة اللي قدام السينترال سالكس اللي هي الفرونتال لوب هينعكس لعشكل اعراض موتور اما مشاكل اوتونوميك زي مثلا بطل يقدر يتحكم في اليورينار بلدر او حركة لامعه او شلل على سبيل المثال يديانه رجليا لانه هذا يتعتبر كلها موتور الفرونتال لوب برضو غير انها مصولة عن الموتور اكليوتي هي مصولة عن الكوكنيشن والإدراك وشخصيتك وتصرفاتك فاي ليجين هنا ممكن ينعكس على شغلات سايكولوجيكال بمعنى انك انت ممكن تتغير شخصيتك طبعا هذا مش انت اللي هتحكي لي اياه غالبا اللي حواليك هيلاحظوا انه البنيات ماذا تصرفاته صغيرة غريبة يعني صغير يحكي محاله صغير ينعزل صغير كذا اللي حواليك اللي حيحكوها مش انت طبعا هنا تدخل شغلات الانكفاليتس بشغلات الصايكول عشانك دام من قبل لتنطل انه بشغلة تفسيرها انه مرض نفسي حاول تستثني الورغانيكوز لسباب العضوية طيب هذا لو كانت مشكلتك في الفرنت اللوت طب لو كانت مشكلتك ورا يعني سنسوري حتكون مشاكلك فحتكون غالبا عشكل سنسوري هلوسيناشن هلاوس اما سمعي او بصري بحيث انك مثلا بتحيالك انك بتسمع حدا بيحكي او بيغني او بتحيالك انه في ناس بتشوفها فهي بتكون فيجوة لهلوسيناشن يعني طبعا هيري سكتزوفريني زي هيك الصايكوزي زي هيك وعشان هيك في اخر الفيديو هذا حاطنا فيديو انه ناس واحد عندها سكتزوفريني كيفنا بتكون بتحكمه حاله وكنه في حدا قبالها هاي الحركة ممكن يكون وراها سبب عضوي اللي هي زي انكفاليتس ولا برينة يومر ولا اي ليجين في البرين ممكن يكون بعد ما تستثني انه ما في ورا سبب عضوي تقولي في الاخير انها سببها صايكك اشي اه اه صايكاتريك طيب فزي ما احكيت كلش قدام الفرونتال لوب وموتور وكوغنيشن وكلش وراه اه سنترال تصال كأصادة او ورا الفرونتال لوب حيكون سنسوري طيب انكفاليتس ولا اي انفلماشن في البرين اي انفلماشن في الدنيا حيكون له سببين يا اوتوميون ديزيز يا انفكشن اوتوميون انكفاليتس حتبلش تشفيك فيها متى لما يكون الشخص عنده اصلا اوتوميون ديزيز بالذات في ميل يعني لما تلقى واحدة يونج فيميل جايب عرازيك ممكن تشك في انكفاليتس طيب انفكشن ممكن تكون بايرل ممكن تكون باكتيري طيب وممكن يقسموها حسب الانسيت برضو اما اكيوت او كرونيك او بست انتكشيوس اه اللي هو على سبيل المثال الواحة صارت عنده انفيكشن معينة بعدها فترة بلا شهت تظهر عنده نيورولوجيكال سنتر هن يجين واحد واحدة هس طيب هس لينكيفالايتس بقولي ممكن يكون الو ميكانيزمات اثنين الو زي ما كنا بنحكي قبله شوية يا انه بسبب انفيكشن يا بسبب اميون رسون صوت اميون ديزيز طيب هس الفايروس بقولي ممكن يكون هو نفسه الى توثير مباشرة انه هو نفسه بيدمر في البرين تيشو وممكن نفسه هو بروح بلعب في جهاز المناعة يصير هاجم في البرين تيشو تاك زي مين زي الروماتيك فيفر واحد بكون عندها لتها في الحلق بعديها جهاز المناعة بصير هاجم صممات القلب نفس الفكرة هنا انه انت كان عندك انفيكشن معينة بعد انفيكشن جاز المناعة تاعك لسع صار يهاجم في تيشو معين عندك بحالتنا هنا بنحكي عن البرين طيب الانكيفالايتس ممكن برضو انه صنفوه انا على حسب انه المشكلة من البرين بشكل مباشر فبالتالي حتكون برايماري انه في اشي هانا برايماري مؤثر عن البرين انفيكشن ولا اوتوميون ديزيز ولا سكندري اللي هي بوست انفيكشوس لحديت هذا الحكي يعني هذي بس صلافة تكسيمة مش كثير بتساعدني لحديت هذا زي ما حكيت هذا يعني كله تكسيمة يعني انا بحب انه اختصرها ويقول انه الانكيفالايتس يصنف اوتوميون ديزيز او بسبب انفيكشن ببساطة طيب البرايماري انكيفالايتس اللي حكينا بكون بسبب انفيكشن يؤوتوميون ديزيز مباشر على البرين حس اغلب الانفيكشن اللي بتعمل الانكيفالايتس اغلبها في فيرال انفيكشن ومن هاي الانفيكشن كمان شوح نجيها لهم العرب السيمليكس فيروس وليبشتين بار فيروس طيب السكندر انكيفالايتس اللي هي بعد بوست انفيكشوة انه انت صار عندك انفيكشن معينة والانفيكشن هذي على سطحها انتجن يعني اعتبر هذي الدائرة فيروس وهذا انتجن البلاحمر انت خلاياك خلايا البريان عندها انتجن شبه لسطح البكتيريا هذي او الفيروس فانت صحيح بعد ما اخلص من الانفيكشن لكن جازه منها صار يفكر الانتجن هذا هو نفسه البروتين على سطح الخلايا هذي فصار يهاجمها اللي هو بقول لك بروتين اللي هو البي جي كي سي هذا هذا القابر سيبتور فهي الفكرة في الموضوع يعني اختصارها حالك انه نفس فكرة الموليكيولار ميميكري او المحاكاة الجزائية بمعنى انه انتجن صار يحاكي شكل انتجن اخر اللي هو الفيروس شبهتها الخلايا طيب هسه اغلب الحالات المرتبطة بالانكفالايتس هي بسبب الهيربي سيمليكس فيروس اللي هو نفس هذا المسؤول عن الامبيتيغو اللي هو احنا بنسميه الحمو اللي هو زي طفح جلدي حارق بظهر على الشفتين هذا اه هو نفسه هو نفسه الفيروس هذا بيحب يلطش الانيوران طيب اه طيب هسه كانت في قاعدة ايام ما احنا كنا بناخذ المايكرو هيربي سيمليكس ون بعمل لك انفكشن ابوف ذا امبالايكس غاضب العاد هو المسؤول عن الامبيتيغو اللي حوالين الشفتين وهو المسؤول عن الانكفالايتس والهيربي سيمليكس طول هو بيلوذ امبالايكس فهذا اللي بكون موجود في الجينة الاريا العضالة التنسولية وهذا اللي ممكن ينتقل للولد لما امه تولده وفاجاينا الديليفري اللي هو ولاده طبيعيه انه ممكن هو نازل ياخذ انفكشن وايه لسه بنقول يا ستار يا فتاح يا عليم على هالدنيا هوب دوب هيربي سيمليكس ساعته ضعيف هسه في معلومة الهيربي سيمليكس نفسه هي مش مشكلتي منه هي مشكلتي من ردة فعل جهاز المناعة تعاك عليه يعني ممكن تعتبره زي السوبر انتجن انه بيكتف جهاز المناعة الزيادة عن اللجوم وترى هانا هي الفكرة في الموضوع فبالتالي المرة الوحيدة اللي ححكي فيها انه انت من مصلحتك يكون مناعتك ضعيفة هي الانكفاليتس لما تكون عندك سببها هيربي سيمليكس فيروس لانه اذا كانت مناعتك ضعيفة فبالتالي الأميون يسسضoral هذه اللي هيكون ضعيف فالدمج او الانكفاليتس هيكون اخف لكن لو كانت مناعتك سليمة فالاميون سوونس هيكون عالي الزيارة عن اللزوم فيدمر البرين والإنكفالاتس يكون أكبر هذا الفيروس الوحيد اللي فيه الشغلة هاي إنه مش مشكلته منه وإنه مشكلته منه ردد فعلا جهاز المناع علي طيب الآن البرين تشوف حوالي المننجز فممكن أن تكون عندها إنكفالاتس وممكن أن يكون منينجي وإنكفالاتس يعني الت curve في المننجز والمخ مع بعض ولما بنينجي عنده برضه في المننجايتس ممكن المننجايتس تقلي في إنكفالاتس لان من انجاز مية احتيا المخ مباشرة فممكن الانفلمياشن يلقوشها برضه طيب في عندي فيروسات ثانية برضو هي مسؤولة عن موضوع الانكفال هيتسل هو الإبشتان بار فيروس هس الإبشتان بار فيروس هو من عيلة الهيربس هو من نفس العيلة تاعة الهيربس سيمليكستان قبل شوية والزوستر نفس الاشياء هذا فعشان هيك ان هذول الثلاثة يعني مشترك ان هما بحبوا يلطشوا الابرين ان هم من نفس العيلة إبشتان بار فيروس إي بي في صح مش كان فيه مرض اللي هو بحب يلطش التي سيل اللي هو الإيدز أو الإيدش آي غي انفكشن هذا بحب يلطش البي سيل مش التي سيل البي سيل إي بي في فبي سيل تمام هذا بحب يعني أول شي كونه هيلطشوا البي سيل فبالتاني بتكون في عندك مناه ضعيف هذا واحد اثنين اثنين يعتبر منه الأنكوجينيك فيروس يعني الشغلات الأنكوجينيك بمعنى شلو يريليتد للأوران لأنه صبق وجبنا سيرته في محاضرة اللوكيميا ما شلو كيميا البركتليمفومة البركتليمفومة والننهوجيكين وبرضو اللوكوبلاكي اللي هي البقع البيضة اللي في الفم احنا كنا بنعرف انه الليكوبلاكي انه كانسر ساو بري كانسر برضو هو من الشغلات المسؤولة عنها فهو يعتبر من الأنكوجينيك فيروس طفح جلدي بيصير بوخ الدرماتومز معين والحلو في الموضوع هنا انه بكون سبب الرياكتيفيشن للفيروس يعني احنا كنا عنده حصبة على كبر انت عرضة للجزوس ترغضة الرياكتيفيشن بيصير ايما لأمامان انتك تضعف زي الناس اللي عنده سكر ولا بتاخذ كيموثيرب او شي زي هيك او لما جسمك يتعرض لسترس فهو بيستغل الفرصة وبيت اكتب طي وآخر يش هو اللي هي اللي هي اللي بيعمله اللي هي الانتيرو فيروس انتيرو بمعنى مع يعني الفيروسات اللي بتحب تلطش الجي اي هما البوليو فيروس اللي هو المسؤول عن شلل الأطفال او الكوكساكي فيروس اللي هو بعمل التهاف في الحلق او بعمل شغل اسمها هيربيس انجاينة ومش المقصود في أنجاني هي ذبحة صدرية المقصود فيها أنه بعمل الالتهاف في الحلق وممكن يرفع حرارتك لتوصل إلى 42 درجة هذا رساً بلغ القاعدة اللي بيحكي لك أنه أنت لما تكون عندك حرارة والحرارة مش مرتفعة كثير في Viral Infection لكن إذا كانت مرتفعة كثير في وقت 39 وثلاثين وشي بتكون هذه Bacteria Infection طبعاً هذا الكلام غلط لأنه هذا مثال يعني على الشغلة هذه أنه الكوكساكي فيروس ممكن يرفع حرارتك بشكل كبير فهي الشغلة مش بنانة عن قداش بترتفع الحرارة لها داخل بنون انفكشن لأنه الفيفر تعتبر من الاميون روسبونس هذا واحد اثنين أنت لو عندك ضعف في المناعة وعندك بكتيريا انفكشن برضه حرارتك مش هتعله كثير مدام أنه الفيفر هي اميون روسبونس وأنت أصلاً الاميون عندك سيستم ضعيف فبالتالي ما تتوقعش يكون في عندك فيفر كثير فشدة الفيفر ما بتعكسل شو نوع الانفكشن اللي عندي يا فيرال ولا بكتيريا طيب مختصر الكلام هذو اللي كله احنا تحت مسمى برايمرين كفالايتس اللي هي في عندي انفلميشة مباشرة في البرين بسبب باما هيربس سيملكس فيروس وهذا حكيت مشكلتي منجازة عن معناها يبشتان بارفايروس اللي هو تاعة السرطانات والبارزيس هلا زوستر اللي هو تاعة الشنجلز والانتيرو فيروس برضه من عندي من الفيروسات اللي بتلطش الـ CNS عندي هو الريبس فيروس اللي هو تاعة الكلب هذا اللي هو مميزة في سلافة الهايدروفوبيا هحط الها فيديو في اخر المحاطرة يعني مميزة جدا موضوع الهايدروفوبيا وانك تقول هذو الشخص عنده ريبس طيب في بعض انواع اللي بيقول لك اللي هو قصده فيها اللي هي الأمراض اللي بتصيبه لصغار اللي المفروض انك تكون مااخذ المطعيم تعييتها زي الربل أو المومب الحصبة الألمانية أو المومب اللي هو بنسميه أبو دغيم اللي هو بلطش البروتة ذيك لاندو بعمل لها سوالينك طيب وبرضو فيه شكل من أشكال الانكفاليتس اللي هو بيصير بها بقرصات أنواع بعوضه بتحملنه عن فكش المعينة فهي بسميها موسكيتو بورن أو تيك بورن يعني هذي غالبا بتفيدني بس انه اذا الشخص هذا كان مسافر انه كان مسافر عمنطقة فيها شغله انه يقول لك انه هو قرصة وشغله معينة مش عارف ايش هي اكتشفنا او بعدها بفترة صار عنده انكفاليتس او انت بتعمل له اقزام بتلاقي انه فيه اثر لقرص عنده طيب هسا فيه شغلة مرات بتصير اللي هي بنسميها acute disseminated incephalomyelitis هسا انكفاله يعني brain myelitis يعني spinal cord فهو عندي انا عندي information عمصة وال spinal cord والمخ مع بعض هذا ممكن يتكون بوستن فيك شووس بالعادة بتكون self limiting فانت بس بكون شغلك كان supportive يعني اذا الشخص عنده مثلا hypoxia تعطيه oxigen عنده fever تعطيه خافض حرارة بس supportive شغلك بكون في فترة او تعطيه immunosubration corticosteroid طيب طيب مشكلة مين frontal loop مش في frontal loop مشاكل sensor مشاكل cognition فانت الهيسية هتاخذ من الشخص وحتاخذ من الناس اللي حواليه طيب physical exam لانه مثلا لو عنده barzo-cilla zuster حيبين انه في طفح جلدي على البطن تعالو يعني هذا بتعطيك تلميح او لو في اثر قرصات زي ما حكينا في الموسكيتو قبل شوية إيميجينج اللي ما رايقو سيتي انو بيبين في عندهم مشكل في منطقة معيوني في البريل زي ما هنشوف كمان شوية لابراتوري او لابات اللي ممكن نعملها السي اس اف السي اس اف دائما نجيب لسيرته مع الانكفالايتس ولا المنانجايتس يعني هو يعتبر واحد من الفحصات المهمة لأي شي لو داخل بالسي اناس عموما السي اس اف يعطينا تلميح ممتاز طيب البلود البلود انا ممكن يعطيني برضو فكرة انو لو في عندي اللينفوسايد زايدة ولا واحد من البلودز زايدة بطيك تلميح شنو عن الانفكشن طيب نيجي على السيمتم بس الحلو في موضوع السيمتم هانا ممكن يعني انت وخيالك من شغلات بسيطة كون انكفالايتس يعني انتلميشن في عندك فيفر وهيديك بس هنا انت بدك تقول لي البلودز اصلا ما في ما في اصلا بين ريسبتور فكيف لما انا يكون في عندي انفليميشن في المخ انا في عندي هديك او وجه الفكرة في الموضوع انو لما يكون في عندك انفليميشن في البلودز هذا بيزود الانترا كريني لبريشر واللي بيزود الانترا كريني لبريشر ممكن تكون عندك مشاكل في اليورين ممكن تكون عندك مشاكل موتر ما تقدرش تمشي ما تقدرش ترفع ايدك على حسب اي منطقة من اللي برينا اللي تشاهد عندك وكل اشي وارا سنسوري فتكون عندك سنسوري ما في السيج يعني تحس اشي بيمشع ايدك تحس ايدك ثقيل مش قادرة ترفاحها تحس في حدا بيحكي معك ولا بتشوف حدا محدش غيرك شايفه طيب طيب هسا بالفيزيكي لإجزام زي ما حكيت انو غالبا انا بدور على الطفع الجلد المرتبط بالهيربس سملكس فيرس والفارزة سيلة زوستر طيب فيه شغلات ممكن اشوفها انا عنده الشخص انو قصة ما يكوني الصحي بعبارة اخرى بتحسوا طير كوغل هوا محشش اه طرى هذي وصف واحد من المرضى دي كانت في خصم الباطن كان عنده اوتوميونك انكفالايتوس كانت في ميل تحكي كانت حس حلوة كنه فوق الغيوم يعني هم جد بكونوا محششين طيب اه طيب من الشغلات الممكن تصير كفوق النيورولوجيكال فايندينج الفيازية انو الشخص بطل يقدر يحكي وادلها نوع اللي هي بروكس اللي هي الموتور اللي هو شخص بيحكي عدد كلمات قليل او اللي هي الفيرنكس اللي هي ان الشخص بيحكي كلام كثير بس مش مفهوم ولا له علاقة اللي بتحكي فيه اللي بروكس بتحكيله كيف حالك ممكن ارد عليك بكلمة واحدة لكنها معبرة هو كلام يقلي اللي كنه مفهوم لكن الفيرنكس احكي له كيف حالك بيقول لك اهلين والله الحمد لله او بيقول لك اهلين انا سكان مادرة يعني كنا في المدينة مرة في واحد زيك كان ختيار اه انت بتحكيله اي شي وهو برد عليك في شي ثاني هو اصلا هذي الفيرنكس افيزيا او الويرنكس افيزيا لانه هو اصلا ما فيهم شو انت حكيت فهيرد عليك في اشي غير عن اللي انت سألته طيب التاكسي اللي هو النوع عنده مشكلة في الكوردينيشن ميننجيزم اللي هي زي اعراض التهابات الميننجيز اللي هي مثلا نيك ريجيديتي ما بقدرش يحرك له ولما بحركها بتوجه الكيرنينك صين يعني اه هاي المحاضرة الحلو فيها فيها كثير صين ممكن احطها في اخر الفيديو بتجنة للشغلة هاي اه اللي هي بطي يعني انه بلطش والمخ مضعف طيب شو الشغلات اللي بمكن اشوفها مع الهيرد بالسيمليكس اه واحد اللي هي اللي انا بشوف طفح جلدي زي هذي مثلا اثنين كونجكتافايتس كونجكتافايتس هذه مميزة دائما لاي فيرال انفكشن اه وهذا بحالة السيجر انه هو حكينا قبل شوي من الشغلات اللي بشوفه مع الانكفايتس والسيجر طيب اه في عندي لو انه والد صغير تكون عندهم الفونتانيل المفرض انه تكون فلات نورمال لو عنده زادة في الانتر كرين البرشر حراقي الفونتانيل اللي طال على برها يعني ممكن هادة انا حسه بصوى ممكن اشوفها بعيني يعني هادة مش سبسيسيك لالانكفايتس اي اشي بزود الانتر كرين انو البرشر حيخلي الفونتانيل بلجينج لبرة طال على برها طيب وهذا من الامثلة على الطفع الجلدي اللي كنا بنحكي عنه كمان طيب اللي هو بنسميه ماكيول ماكيولو بابيولر راش ماكيولو لانه يعني بكون افلات وبابيولو لانه عشكل بابيول زي حبوب صغيرة يعني ممكن يكون افلات وممكن عشكل بابيول يعني هادة المنطقة الحمرة هيك هادة كلها بسميها ماكيول بقعة بابيولر انو في نفس البقعة بتشوف فيها زي افارح بوب بننقرة ماكيولو لبابيولر راش طيب ايه طيب نيجا للامجينج ايه هسا زي ما حكينا انو صور الامعراي والستي ممكن يفوتوني هانا يعني هانا يعني انا مش بالضرورة ويكون بخم بالصور الغني لكن لو بده قارن جيهاي بالجيهاي هاذا اشي زيادة مش طبيعي هانا نفس الفكرة انا لبداخرني النص بالنص الثاني هانا في شي مش طبيعي فهذه كلها بكسل انو في عندي ليجين طبيعة الليجين يعني لو انا شغلة اكيوت اللي جيين فيها المريض بفكر في شغلات اكيوت زين هتكون ابسس زين هتكون انكفالايتس لكن لو جينش الشخص هذا بشغلات كرونيك ممكن افكر بالشغلات البيضة على اساس ان هاذه تيومر على سبيع المثال طيب الشغل الثاني اللي بنعمالها اللي هي اللمبر بنكتشر وهانا انت قبل لا بدك تعمله وتغزه ابرة في لمبر بدك تتأكد انو ما في عنده عراس زيادة الانتر كريني لبريشر عشان ما يصير في عنده هرنياشن انت بالعادة هاذه بتشوفه عن طريق صورة السي تي السي تي ببعين لك في عندك ضايلية تفينتر كلمة ممنوع تعمله لنبر بنكتشر اثنين لما تيجي تعمله بفلمسكوب او فاندسكوب اللي هو فحص قال عينة والشبكية بالمنظار لما تطلع في عين اذا شوفت في عنده اوبتيك ديسك بلجين زي اللي كنا بنشوفه في الهايبرتنسف ريتينوباثي اذا شوفت الاوبتيك ديسك حجمه كبير برضه هذة من الشغلات اللي بتعكسل انه في عندك زيادة في الانتر كريني لبريشر فبرضه ممنوع تعمله لمبر بنكتشر اذا كان الانتر كريني النورمال وما في عنده اوبتيك ديسك بلجين ممكن تعمله فحص لسي اس اف اللي يتوخذ عينة سي اس اف هسا السي اس اف نفس فكرة السي بي سي يعني في حيبين خلايا اللي هم ار بي سي وويت بلوت سيل وغلوكوز ولون اللي هي الكلار هسا السي اس اف الطبيعي عدد الويت بلوت سيل والار بي سي اه والغلوكوز والكلار كله نورمال يعني هو يعتبر زي المية كالار لس مالوش ريح اكذا زي هيك اه اذا تغير لونه صار عكر ما ناتوا عندها كل انواع الانفكشن الا الفيرل الفيرل الانفكشن هي الوحيد اللي ما بتغير لون السي اس اف لكن باكتيريال تي بي ولا فانقاس ولا باراصايت كلهم بيخلوله لون السي اس اف عكر تيربيد طيب اه الويت بلوت سل على حسب يعني مين اللي بحب يرفع النيوتروفيل الباكتيريال انفكشن ومن اللي يحب يرفع الليمفوسايت اللي هم الفيرل انفكشن والتيبي طيب كل الانفكشن بتحب تستهلك اللي غلوكوز إلا الفيرل لأن الفيروس نفسه خامل ما بيقدر يستهلك اللي غلوكوز لكن البكتيريا والبراصايت والفانقس هادورة بيعملوها طيب الفانقس والبراص والفانقس بالعادة ما بتعملك انفكشن إلا إذا كانت مناطق ضعيفة فأنا لو لقيت عندك الويت بلاد سيل عندك الليمفوسايت والغلوكوز إقليل واللون عكر وانت مناطق ضعيفة بفكر في فانقس لو مناطق مش ضعيفة بفكر يا في التي بي يا في البكتيريا الفحص السياسة من الشغلات الممتازة يعني عشان أحددك شنون الفكشن طيب من الشغلات الثانية اللي بتقدر تعملها على المريض اللي هي تخطيط المخ أو تخطيط عصاب اللي هي الكتروين كيفالوغران واللي هو الفكرة انت عندك المخ هنا تابر زي هيك مش انت عندك فرونتال وثنتين براية فهنا في عندك حوالي تقريبا 100 ليد بكونوا فمثلا تلقى فرونتال هنا الاف بي وانا المقصود فيها فرونتال مثلا على الجهة الرايد والاف ثري على الجهة الاشمال فالمنطقة اللي بيبين فيها اب نورمال الكتركال اكتيفتي هي المنطقة اللي فيها اللي جين يعني هنا مبين عندي البي او زيرو يعني او الاف بي وان فهنا انت مشكلتك اف يعني فرونتال لوب يعني انت في عندك مشكلة في الفرونتال لوب وهي بتقدير طابقها مع الهيستوري او الشخص كان عنده سيجر او مشاكل في الكوغنيشن ولا كذا معناته هذا بيأكد انه انت كلمك صح انه عنده ليجين في الفرونتال لوب في المنطقة الفلانية لو مثلا كانت الاب نورمال اكتيفتي عند البي فور معناته عندك برايتل يعني كل حرف من هذولة بيكس لي منطقة معينة تي اللي هي تيمبرال يعني مثلا انه بيان انه عندك اشي تيمبرال ببين انه مثلا غاد موقع اللي يجين تيمبرال السنناس هي كانت شو الفكرة بالزبط بس كانت بتذكر كانوا الارقام الفردية بتشير الى الجهة اليمين او الزوجية اللي شمال او الاكس مش مطلوبة الشغلة هذي منها بس هي من دب المعرض طيب وهو بس من خلال الـ EEG مدام انه بيقسم ليها للوبات وجوه اللوبات بيقسم ليها الارقام ممكن يعطيك احداثيات اللي يجينون بالزبط طيب هنا اللابز اللي قبل شوية كنت بشرح عنها على الـ CSF حسا هنا مثلا الفيرل حكيت انه الابيرانس او الكلر بكون كلير اللي هو يعني لونه طبيع لكن الباقي بكون لونهم عكر البروتين المقصود فيها الانتيبودي مقصود فيها الانتيبودي فتقريبا فيهن كلهن بارتفع حتى مخروج طرف الفيرل اللي غلوكوز فيهن كلهن بقل الا بالفيرل انفكشن لانه الفيروس حكيان ما بيستهلك غلوكوز الجرام ستين هذو يعني انه في عندي بكتيريا الانفكشن اللي هي جرام نيكتيف و جرام بوزيتيف طيب طيب يعني هذوله كانت الشغلات اللي بتهمني طيب الانتيروفايروس اللي حكيانا عنه من البوليو والكوكساكي اه و زي ما حكيانا بفعصات الثانية السي بي سي عشان احديد لي مثلا برضو شنو عن الانفكشن يعني بساعدنا زي زي السياسة طيب اه برين بايوبسي طبعا هذو بحالات اللي هي السفير انكفاله بثي و اللي انت مش قادر تلقى لعلاج يعني هذو تعتبر للحل الاخير انه انا بدي اشوف ليش عندك انكفالايتس بس ما بني لجعلها هاي لانه الى حد ما انت تعتبر ريسكي بس هي ما دام انه لجعلنا معناته هي الحل الاخير انه انا المريض قاعد بيصير اسوأ وما بيستجيب للعلاج بايش يكن من الاشكال طيب الديفرانشال دياغنوز انه بناءنا عايش انه بتقول انه هذا ممكن يكون عنده كذا ايش ولا ايش واحد انه روليجيك الصين والحلو في الاعراض تعوض الشخص بتعطيك لوكاليزيش انه وين موقع الليجان بالظبط لانه لو الشخص بيشكيلك من شغل موتر زي سيجر وكذا انت مبدئيا هيك زيك انه حكالك انا مشكلتي بالفرونتاللوب يعني هو ما حكالك برضو شو نوع الليجان بس حكالك شو اللوكيشنتاه لو حكالك انه انا بفاجأة بطلتك داعه حرك رجلي يعني برضو هذي انه فرونتاللوب لو حكالك انه انا اللي حاولي انه بيشوفه بيحكي محاله مثلا فهذا انه مشكل من اشكال الهالوسينيشن فبتعله سنسوري وعلى حسب نوع الهالوسينيشن بتتوقع مكان اللي يجي يعني بيقول لك هذا الشخص بيشوف شغلات محدش غير شيفة فمانثلا بتكون مشكلة في الاكسوبيتالوب انه الاكسوبيتالوب هي المسؤولة عن الفيجولي او الفيجوليزيش اثنين انه السي اس اف بعطيك مشكلة بعطيك تلميح عن شو نوع الانفكشن اللي عندك يعني لو الليمفوسايت مرتفع والغلوكوز كله نورمل وكذا نورمل معنات ممكن عندك وتوميون ديزيز لكنه مثلا الليمفوسايت مرتفع والغلوكوز نورمل واللون طبيعي ممكن تكون viral infection زي ما حكينا قبل شوي يعني انه بتكون ماشي معنا معين من الانفكشن السي اس اف بيسعدنا حدد نوع المشكلة اللي عندي الاي اي جي بيسعدني انه حدد اللوكيشن والبراين ايمجنج اللي هي السوتي والمراي برضه بيسعدني انه حدد اللوكيشن واخر شغلة اللي هي البراين بيبسة وزي ما حكينا هي نادر نستخدمها طيب الغالب ان انا هنا شغل اسمي لو عندك سيجر اعطيك ايش يخفف لك السيجر او انتي بليبتك ادراه اه اذا اذا كانت شابك انه مشكلتك هيربس سيمليكس فيروس زي انه عندك طفح جلدة بعطيكو جلوكو كورتيكو ستيرويد انا بدي اضعف دي هزم انا اعتادك لانو حكينا انا مشكلتك في الهيربس سيمليكس هو الميون رسبونس الهيربس سيمليكس فيروس بش من الفيروس نفسه اي اذا عنده الشخص هذا سريبرا الاديمة وزيادة في الانترا كرين الكريشر بعطي مني تول عشان يقلل الابرين الاديمة وانتي فيرول برضو عشان يساعد جاز المناعة تاعك اللي هي الشغلات المختحة اخريته اي دوا اخر مصطلح يعني فيروس وهو يساعدك انه يتخلص من الفيروس زي اسايكلوفير مثلا طي فيه من الادبي الثاني برضو اللي هو الفوسكارنت هذا يساعدنا عشان يتخلص من السيتوميغالوفيروس والهيربس سيمليكس 1 و2 طي ايه وفي عندك الجاني سايكلوفير برضو سيتوميغالوفيروس مشكلة الانتي فيرول انه مش زي البكتيريا انه تلقى دوا واحد بغطى نواع كثير من البكتيريا يعني تلقى انه الانتي فيرول دوب بغطى فيروس اثنين بالكثير يعني الفوسكارنت واصم جوز بس بغطيش غير هذول الجوزة سيتوميغالوفيروس والهيربس سيمليكس ايه شو سبب الشغلة هذة حنحكيها في محاضرة البيرول انفكشن بس هي ملخصة كالتالي انت في البكتيريا عندك اكثر من تارجت تقدر تهاجمه بالانتي بايوتك تاعك لكن في الفيروس كونه اصلا خامل الابتك للدو قليل ايه وكل فيروس تركيبته شوي بتختنف عن الثاني وهذا بيخلي صعب انك انت تصنع انت فيرو ضده وبالعادة الفيروس يعني اغلب الانفكشن اللي بعملك اياه يعني مثلا اللي بيشتان بار فيروس اذا بتكون اسمتماتك هو ببلش يعمل لك سمتم لما بتكون بناعتك اما منعتك ضعيفة او انه دخلة كمية كبيرة من الفيروس بس على جسمك يعني انت بس حاليا انت بسمها المحاضرة في عشر تلاف نوع انفكشن داخل الجسمك بس جهاز المناع نازل ضحن فيه ان واحد او رد ثاني فانت لما منعتك تضعف بصير عرضة لهذه الانفكشن فانت بالعادة بكون شغلك سوبورتف انه بتساعد على الريكاورة طيب كورتيكوستيرويت زي ما حكينا انا انا بدي اضعب جهاز المناع ان انا مش فلتي من الميوروسبونس اللي ضدها ودايورتك اللي هو الماني طوال عشان انه اقلل اللي انت كرين الكريشتر او بستخدم اللازكس اللي هو الفيروسوماين وحكينا انه من ضمن العراض تحت الانكبالايت اسمهم تكون سيجر فبعضي انتسيتر اللي هما منعلك البنزوديوزابين هذول الميكانز موفاكشن دعيتهم انهم بيشتغلوا على الجابة ريسيبتور انا في عند ريسيبتورات اثنين في المخ جابة ونمضة نمضة هذول اكسيتاتوري يعني لو يشتغلوا المخ بيصير اكتف زيادة عن اللزوم والجابة والجابة العكس بنيموا المريض فانا لما نشط البتنيم المريض يعني ازاي كنا طفيت السيجر هيك مدام انه الجابة انهيبيتوري في البرين لما اكتفها السيجر بتروح طيب بس الكمليكشن تاعة الانكفالايتس اللي هي انه يصير عندك اشيه으로 يعني انه يظل طول عمرك عنده سيجر طول عمرك يصير عندك التغير في الشخصيا انه خلص مش هترجع زي قبل طول عمرك مثلا اذا عندك موتر ويكنس يظل موجود هاي الشغلة معه الكمليكيشن هذي تعتمد على اكثر من سبب يعني شدت نوع الانفكشن عمرك طبعا الالد ايج اسوأ من اليونج ايج قداش قعلت عبالة بلشت اخذ علاج يعني فيه كثير ناس انه بدوز بلش الاخن يوم يومين ما قرر روح المستشفى غير بعد اسبوع هذا التأخر ممكن يخلي الكمليكيشن اسوأ بالذات انه الناس لشي شوية عنده جاهل في موضوع السيجر والسايكياتر يعني لما واحد يشوفه بيحكي مع حاله مش هيقول لك انه هاذا انسان عنده مشكلة في مخه لا هاذا بيقول لك انسان مجنون ما بوده عدكتور يعني هذي الشغلات احنا بتصير عنده ولساتها بتصير في المجتمع ولساتها هفضل تصير لانه وعي الناس بالشغلات هاذي لساته قليل انت بجوز لو اول مرة تشوف شخص بيحكي مع حاله تفكر انه مما صحة لكنه فعليه ممكن تكون عنده مشكلة في البرين انكفالايتس ولا تيومر ولا اشي طيب وممكن في الاخير انه توصل لمرحل انه دمار لنسيج كبير من البرين فتدخل في كومة او ديث طيب والكومبليكاشن الثاني اللي هي زي ما حكناها على حسب انت شو كان بتشكي ممكن تستري شغلها الربيرسبل يعني لو كنت بتشكي من قلة سمع فاتنال انكفالايتس ممكن نضالها معك موجودة لو كنت بتشكي من انه مش قادر تحكي اللي هي افيزيا ممكن نضالها معك موجودة وخلاصة الكنال هي السامري هسا الانكفالايتس واحد عنده فيفر واحد عنده فيفر زائد النورولوجيكال منفستيشي هذي ممكن يكون وراها برين ابسس ممكن يكون انكفالايتس ممكن مينانجايتس اه يعني هذي هي خلينا نقول كم شغل بيدخلوني في خالة الانكفالايتس اللي هي الفيفر والنورولوجيكال منفستيشي طيب ويعطيكو الاخير هسا حط في اخر الفيديو يعني كثير صعب يعني انا كنت مجمح من ايام وكنا بنوضح النيورو ميدسن فشوفوه يعني الافيازية كيف بتكون الفيرنيكس والبروكس السيجر كيف بتكون الموتر أبنورماليتي كيف بتكون يعني يعني انه بتحب تشوفوه هسا او بتشوفوه في النيورو ميدسن يعني اللي بتحبوه بس انا بشوف انه تشوفوه هسا عشان تظل هالامور متربطة مع بعض انه لما تشوف الشغلة هذي ممكن تكسل كذا لانه مثلا السيجر اللي هي الصرع ممكن تكون اللي هي من هالسبب معين ممكن تكون سكنداري فواحد من السكنداري كوزز للإيبليبسي اللي هي انكفالايتس او اتيومر على سبيل المثال فالسيجر الفيديو لما انت تشوفه للسيجر يعني هذا الصرع اللي هو الإيبليبسي انت ممكن تقول تحط انه إله أسباب اللي هو وبالعادي بيصير مع الأصغار او انه بيصير سكنداري لكوز معين في المخ تيومر انكفالايتس انفكشن أبسس شغلات زي تمام او بسبب لانه السيجر هي انه كيف بيكون شكله هي اللي بتختلف بس الأسباب هي اللي هتختلف بناء على الهسر ته الشخص ويعطيكو العافية نهاية من يستخدام جلو من يستخدام من شخص ونطاق إيضاَي وإنه سيجستخدام بالطمئة لنستخدام جمع جمع دعا ترجمة نانسي قليلاً كيكو ترجمة نانسي قليلاً إذا أقوم بحقًا ويقوم بحقًا معه ويقوم بحقًا من خلاله ويقوم بحقًا وما قلت بحقًا بحقًا إذ الاني في الآن يريد أن يشعر بعض الأرض مع ذلك اليسود التي تسعى أماكن في فيديل ولكن أخأساً و Shield me and change hands for me شجبت بالنسبة للناس أنا ستتحدث مع الناس ستبغل مع الناس أم disparity مع الناس شبت بديو مهتم مهتم نعة جداً وبين نعم وفى لعنتي تغلق وتمي المعروف على الناس نحن نعا بحق وقق مع إعادة نحن نعا بحق وقق مع إعادة مع إعادة، مع إعادة أي حق وقق مع حقًا نحن نعا بحقًا، وقق مع إعادة مع إعادة مع بحقًا أشترك لزمحاتم لديك أي قصرة أحقًا большое، شهر وأحقًا، وبنل وأحفت الممكن شهر، إن حديث، رح تابعا شهر، رح وفورها ما Tactي اعتقد؟ Oh Oh Yes What do you think of your new roommate Oh Yes Well maybe when he wakes up you could play chess Yes Yes Talk politics Yes Talk about Trump ماذا؟ طيب ماذا؟ ولكنت في جني جنيه حان ماذا؟ تيديو مباشئ لا تأثن المشغل تكون سعر الآن هل تفديو هذه المرة? فقط لديه حسناً. إنه سيارة تسرط بها في خطير واحدة السيارة. Okay. ... كان ثم... ... ما سيئلت؟ ... هو كان للا نزال على السيارة. محبا، 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 لنسى. ... هل أنت خلالتها؟ ... هل تفضلتني؟ ... محبا. ... هل تفضلتني؟ ... تقلبي، تفضلتني وقتها لا يتفضلتني. ... هل تفضلتني؟ ... هل تفضلتني؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة